لكن لفت انتباهي وطبقاً للمعلومات اللي جمعناها الاول يا جماعة معنا رئيس الجامعة ولا لسه؟ يا شباب طيب 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 يعني اه يعني حاولوا معاه واحنا يعني منتظرين لفت الانتباه في القرار الرابع اللي هو رقم 223 يعني بعد الحدثة على طول مدير المستشفيات السابق اللي هو تم التحفظ عليه فيه النيابة بمعرفة النيابة كان اصدر قرار باغلاق المستشفى يعني اغلاق الاستقبال فهنا على طول القرار قالك لأ افتح المستشفى عشان تستقبل الناس والناس يتلقوا علاجه فهتقول لي ماهو ده قرار سليم هقولك يعني قد يكون القرار اللي خده مدير المستشفى السابق باغلاق الاستقبال هو القرار السليم لانه في النهاية هو شايف مبنى متهالك يعني شايف مبنى متهالك تماما احنا بنتكلم على مستشفى البنها الجامعي ده فيه تقريبا حوالي 14 اسنصير تقريبا 14 اسنصير مبنى الجراحة ده كان فيه خمسة منهم والخمسة دول متهالكين تماما والاسنصير اللي وقع ده ما تعملوه الصيانة وتقريبا ما كانش يصلح للصيانة فاذا عندي هنا القرار هل القرار اللي اخده رئيس الجامع بفتح استقبال المستشفى بنها بعد 24 ساعة من قرار مدير المستشفى السابق بيغلاق الاستقبال صحيح يعني محتاجين نسمع منه انه هل القرار صحيح ولا مصحيح